اهلا وسهلا بكم مع اعزائي الطالبات الصف العاشر في حلقة جديدة من حلقات دروس الرياضيات الفصل الدراسي الأول عنوان حلقة هذا اليوم هو تدريبات اختبار الفترة الثانية سوف تناول العديد من التمارين الهامة في اختبار الفترة الثانية تابعونا عزاء الطلبة بعد هذا الفاصل نرحب بكم من جديد عزاء الطلبة اليوم وكما قلنا سابقا سوف نتطرق الى اختبار الفترة الثانية بعض التمارين الهامة وسوف تكون اجمع من الاسئلة نبدأ بسؤال الاول اوجد مجموعة الحل المتباينة 30 ناقص 1 اصغر من 40 ناقص زائد 5 ومثل الحل على خط العداد اولا عزاء الطلبة سوف نضع الرموز في الجهة اليمين والمتغيرات او الثوابط في الجهة اليسار سوف نكون اليمين في التغيرات وفي اليسار الثوابط فستكون على الصورة 30 ناقص 40 اصغر من 5 زائد 1 30 ناقص 40 ساوي سالب سين و5 زائد 1 ساوي 6 بالضرب بالنظير الجمعي النظير الضربي للسالب 1 نحصل على سين اكبر من سالب 6 لاحظوا معي عزاء الطلبة عندما ضربنا بالسالب 1 او اذا قسمنا بالسالب 1 اشارة المتباينة تغير من اصغر الى اكبر او من اكبر الى اصغر وهنا تغيرت اشارة المتباينة من اصغر اصبحت سين اكبر من سالب 6 نمثل نرسم خط العداد ونمثل سالب 6 على الخط لاحظوا عزاء الطلبة سين اكبر من سالب 6 ليس لدينا علامة يساوي اذا الفترة مفتوحة ووضعنا دائرة حول العدد سالب 6 وايضا سين اكبر اذا مجموعة الحل ستكون القيم المجبة او من جهة اليمين لسالب 6 اذا مجموعة الحل ستكون الفترة المفتوحة سالب 6 ومجب مال النهاية وتأكد عزي الطالب انك تبدأ بالرقم الصغير ثم العدد الاكبر منه ننتقل الى تمرين اخر عزاء الطلبة اوجد مجموعة الحل المعدلة مطلق 2 سين زائد 3 تساوي 3 سين زائد 2 نأخذ المقدار 3 سين زائد 2 ونقول انه اكبر من او يساوي الصفر ننقل الى اثنين الجهة الاخرى نحصل على 3 سين اكبر من او يساوي سالب 2 نتخلص من الرقم بجانب الثلاثة بجانب السين اي ننقل الى ثلاثة الجهة الاخرى فنحصل على سين اكبر من او يساوي سالب 2 على ثلاثة لاحظ عزي الطالب سين اكبر من او يساوي سالب 2 على ثلاثة تمثل الفترة المغلقة سالب 2 وثلاثة وموجب مال النهاية اذا نقسم الحل صفحتين اما 20 زائد ثلاثة ما داخل المطلق يساوي ثلاثة سين زائد 2 او 20 زائد ثلاثة ما داخل المطلق يساوي سالب ثلاثة سين زائد 2 اي مرة موجب ومرة سالب ننتقل الى الجهزة الاول نضع الرموز في جهة واحدة جهة اليمين والارقام في جهة الاخرى اثنين سين ناقص ثلاثة سين يساوي اثنين ناقص ثلاثة اي سالب سين تساوي سالب واحد بعمل مجموعة العمليات الحسابية نحصل على سين تساوي واحد الآن عزاء الطلبة نتأكد سين تساوي واحد هل تنتمي لشرط الحل سين اكبر من او تساوي سالب اثنين على ثلاثة التي تمثل الفترة النصف مغلقة سالب اثنين على ثلاثة وموجب ما لا نهاية اذن الواحد تنتمي الى الفترة نصف مغلقة سالب اثنين على ثلاثة وموجب ما لا نهاية الآن ناخذ الجزء الثاني من الحل وزعنا سالب لثلاثة سين ووزعنا سالب لموجب اثنين واعدنا صياغة المعادلة بحيث وضعنا الرموز في جهة اليمين والمتغيرات او الارقام في جهة اليسار فاصبح لدينا اثنين سين زائد ثلاثة سين تساوي سالب اثنين ناقص ثلاثة اي ان اثنين سين زائد ثلاثة سين تساوي خمسة سين ناقص اثنين ناقص ثلاثة تساوي صالب 5 وبعد إجراء بعض الأمليات الحسابية نحصل على سين تساوي صالب 1 نتأكد عزاء الطلبة سين تساوي صالب 1 هل تنتمي إلى شرط الحل سين أكبر من أو تساوي صالب 2 على 3 هل تنتمي إلى المجموعة النصف مغلقة صالب 2 على 3 وما للنهاية نلاحظ أنها صالب 1 لا تنتمي إلى مجموعة الحل إذن عزاء الطلبة مجموعة الحل تساوي 1 لأن سين تساوي 1 كانت تنتمي إلى شرط الحل وسين تساوي صالب 1 لا تنتمي إلى شرط الحل ننتقل إلى تمرين آخر عزاء الطلبة إذا كان جذراء المعادلة سين تربيع ناقص 5 سين زاء 6 تساوي 0 هما لام وميم أوجد المعادلة التي جذرها 2 لام واثنين ميم أولاً عزاء الطلبة نوجد مجموعة جذري المعادلة المعطات لام زاء ميم التي تساوي سالب معامل سين على معامل سين تربيع أي سالب سالب 5 على 1 تساوي 5 أيضاً نوجد حاصل ضرب جذري المعادلة المعطات وهي الحد الثابت على معامل سين تربيع أي 6 على 1 تساوي 6 بعد ذلك نوجد مجموعة جذري المعادلة المطوبة 2 لام زاء 2 ميم نأخذ 2 عامل مشترك فيصبح لدينا 2 ضرب لام زاء ميم لام زاء ميم وجدناها مسبقاً تساوي 5 2 ضرب 5 تساوي 10 إذن مجموعة جذري المعادلة المطلوبة تساوي 10 ونوجد أيضاً حاصل ضرب جذري المعادلة المطلوبة 2 لام ضرب 2 ميم 2 ضرب 2 تساوي 4 لام ضرب ميم وجدناها مسبقاً تساوي 6 أي أن 4 ضرب 6 تساوي 24 الآن نريد إيجاد المعادلة لإيجاد المعادلة الإطارة العام لها سين تربيع ناقص مجموعة الجذرين ضرب سين زاء حاصل ضرب الجذرين تساوي 0 أي سين تربيع ناقص مجموعة جذرين وجدناها مسبقاً تساوي 10 سين زاء حاصل ضرب الجذرين تساوي 24 فإذن المعادلة المطلوبة سين تربيع ناقص 10 سين زاء 24 تساوي 0 ننتقل إلى تورينا الآخر أوجد مجموعة حل المعادلة باستخدام القانون 24 تربيع تساوي 23 ناقص 9 أولاً عزاء الطلبة نعيد صياغة المعادلة لتصبح معادلة صفرية أي أن 24 تربيع ناقص 23 زاء 9 تساوي 0 بعد ذلك عزاء الطلبة نوجد معاملات سين تربيع وسين والحد الثابت أي أن ألف وهو معامل سين تربيع يساوي 4 با وهو معامل سين يساوي صالب 13 وجيم هو الحد الثابت يساوي 9 بعد ذلك عزاء الطلبة نوجد المميز وقانون المميز هو با تربيع ناقص 4 ضرب ألف ضرب جيم ونعوض بالرموز بدلالة الأرقام با تربيع قيمة البا تساوي صالب 13 فأصبح لدينا صالب 13 تربيع ناقص 4 ضرب ألف ضرب جيم أي 4 مقدار الألف يساوي 4 ومقدار الجيم يساوي 9 أي 4 ضرب 4 ضرب 9 وباستخدام العمليات الحسابية يوجد يساوي 25 إذن المميز يساوي 25 الآن نستخدم القانون لإيجاد قيم سين لحل المعادلة القانون هو سالب با زاد أو ناقص الجذر التربيعي با تربيع ناقص 4 ضرب ألف ضرب جيم وهو مقدار أو قيمة المميز على 2000 يساوي سالب با مقدار قيمة البا سالب 13 فسالب مع سالب أصبحت القيمة مجبع زاد أو ناقص الجذر التربيعي اللي با تربيع ناقص 4 ضرب 1000 ضرب جيم وهو المميز وجدناه مسبقا يساوي 25 2 ضرب 1000 الثنين قيمة ثابتة ضرب 1000 وهو 4 بعد إجراء أو تبسيط الجذر نحصل على 13 زاد أو ناقص 5 على 8 الآن قيم سين إما قيمة سين تكون 13 زاد 5 على 8 أي أخذنا علامة الموجب وبعد تبسيط المعادلة نحصل على 9 على 4 أو قيمة سين تساوي 13 ناقص 5 على 8 وبعد التبسيط نحصل على 1 إذن مجموعة حل المعادلة تساوي 9 على 4 و 1 ننتقل إلى تمرين الآخر عزاء الطلبة أوجد مجموعة حل المتباينة 2 ضرب مطلق سين زاد 4 أصغر من 10 أولا عزاء الطلبة نتخلص من الاثنين بجانب المطلق فنقسم الطرفين على 2 نحصل 2 على 2 ضرب مطلق سين زاد ثلاثة أصغر من 10 على 2 2 مع 2 يساوي 1 أي مطلق سين زاد ثلاثة أصغر من الخمسة نعد تعريف المطلق سالب 5 أقل من سين زاد ثلاثة أقل من الخمسة رفعنا علامة المطلق وأضفنا سالب 5 أصغر من سين زاد أريد أن نتخلص من موجب ثلاثة بجانب السين فنضيف النظير الجمعي لموجب ثلاثة للأززاء الثلاثة أو الأطراف الثلاثة نحصل على سالب 5 ناقص ثلاثة سين زاد ثلاثة ناقص ثلاثة و 5 ناقص ثلاثة أي أن سالة الثمانية أصغر من سين أصغر من الاثنين نكتب مجموعة حل المعادلة يساوي سالب ثمانية و اثنين ولكن نتأكد من أقواس الفترة لاحظ عزاء الطلبة أن سالب ثمانية علامة المتباينة لا تحتوي على يساوي فأصبحت قوس مفتوح وأيضا الاثنين ليس لديها علامة يساوي لإشارة المتباينة فأصبحت قوس مفتوح إذا مجموعة حل المتباينة يساوي المجموعة الفترة المفتوحة سالب ثمانية و اثنين وتأكد عزيز الطالب أنك وضعت الرقم الصغير وعدها الرقم الكبير أي سالب ثمانية واثنين ننتقل إلى التمرين الآخر حل النظام اثنين سين زاء الصاد يساوي خمسة وسي سالب سين زاء صاد يساوي سالب واحد عزاء الطلبة في هذا التمرين يمكن الحل بأكثر من طريقة يمكن الحل بطريقة الحذ أو بطريقة التعويض طالما في رأس السؤال لم يحدد طريقة الحذ فلك المطلق الحرية بالاختيار يا أما طريقة الحذ أو طريقة التعويض أما إذا حدد برأس السؤال طريقة معينة يجب الالتزام بهذه الطريقة سأبدأ معكم الحل بطريقة الحذ نفترض أن 2 سين زاء الصاد تساوي 5 هي معدلة رقم 1 وسالب سين زاء الصاد تساوي صالب 1 هي معدلة رقم 2 بالطرح المعدلتين من بعض 2 سين زاء الصاد تساوي 5 ناقص سين زاء الصاد تساوي صالب 1 عند إجراء عملية الطرح 2 ناقص صالب 1 تساوي ثرافة سين موجب صاد ناقص موجب صاد يساوي 0 5 ناقص صالب 1 يساوي 6 وبإجراء العمليات الحسابية نحصل على سين تساوي 2 ناخد قيمة سين تساوي 2 ونعوضها في معدلة رقم 1 2 سين زاء الصاد تساوي 5 2 ضب سين نعيد تعويق قيمة سين ب2 زاء الصاد تساوي 5 أي 2 ضب 2 تساوي 4 زاء الصاد تساوي 5 بوضع الرموز في جهة والأرقام في جهة أخرى نحصل على صاد تساوي 5 ناقص 4 تساوي 1 أي قيمة صاد تساوي 1 ننتقل إلى طريقة أخرى لحل هذا التمرين وهي طريقة التعويض من معدلة رقم 1 نعيد كتابتها لتصبح صاد تساوي 5 ناقص 2 سين أي وضعنا الصاد بطرف و 5 ناقص 2 سين بطرف الآخر الآن نفترض أن هذه معدلة رقم 3 معدلة رقم 3 نعوضها في معدلة رقم 2 أي أن كل الصاد تعوض بالقيمة الجديدة لها وهي 5 ناقص 2 سين فنحصل على سالب سين زاد نغير الصاد بقيمة الجديدة لها 5 ناقص 2 سين تساوي سالب 1 بفتح الأقواس ووبع الرموز بالجهة ورقم بالجهة الأخرى نحصل على سالب 3 سين تساوي سالب 6 نتخلص من سالب 3 فنحصل على سين تساوي 2 نأخذ المقدار سين تساوي 2 ونعوض فيها في معدلة رقم 3 أي صاد تساوي 5 ناقص 2 سين فنحصل على سال تساوي 5 ناقص 2 ضرب قيمة سين الجديدة هي 2 فنحصل على 5 ناقص 2 ضرب 2 أي صاد تساوي 1 فقيم سين أو حل المعادلتين حل النظام سين تساوي 2 وصاد تساوي 1 ننتقل إلى تمرين آخر عزاء الطلبة استخدم دالة المرجع والانسحاب لرسم الدالة صاد تساوي مطلق سين ناقص 2 ضرب 5 هذا التمرين عزاء الطلبة يمكن أن يحل بأكثر من طريقة أحد الطرق هي الرسم وهو أجبرني في صيغة السؤال أن نحلها بطريقة رسم الدالة واستخدام دالة المرجع وعمل الانسحاب لحل السؤال هذا أولاً دالة المرجع هي صاد تساوي مطلق سين لرسم دالة المرجع لاحظ عزاء الطلبة أن المطلق إشارته موجبة فتكون الرسمة فتحل إلى الأعلى ورأس المنحنة هو صفر وصفر سوف تمر الرسمة بالنقط 1 و1 و2 و2 و3 و3 أيضاً بسالب 1 و1 و2 و3 و3 الآن نرسم دالة المطلوبة هي صاد تساوي مطلق سين ناقص 2 زائد 5 لرسم الدالة هذه أولاً سين ناقص 2 تعني انسحاب دالة المرجع وحدتين إلى اليمين فنحصل على الرسمة التالية بعد ذلك مطلق سين ناقص 5 زائد مطلق سين ناقص 2 زائد 5 زائد 5 تعني انسحاب إلى الأعلى مقدار 5 وحدات فنحصل على الرسمة التالية إذن الرسمة هي عبارة عن انسحاب وحدتين إلى اليمين وخمس وحدات إلى الأعلى ننتقل إلى تبريد الآخر حل المثلث ألف جيم باء القائمة الزاوية في جيم حيث باء جيم يساوي 15 سنتيمتر وألف جيم يساوي 12 سنتيمتر أي لدينا مثلث اسمه مثلث ألف جيم باء والزاوية جيم قائمة في مثلث هذا ألف جيم يساوي 12 سنتيم وباء جيم يساوي 15 سنتيم المطلوب حل المثلث كلمة حل المثلث تعني إيجاد جميع المجاهيل في هذا المثلث لإيجاد طول الظلع الف باء وهو الوتر نستخدم نظرية فيثاغوف أي أنه الف باء تربيع تساوي الف جيم تربيع زائد باء جيم تربيع نعوض الف جيم تساوي 12 تربيع زائد باء جيم تساوي 15 تربيع 12 تربيع تساوي 144 15 تربيع تساوي 225 بجمعهم نحصل على 369 إذن عزاء الطلبة ألف باء تربيع تساوي 369 باستخدام الآلة الحاسبة بأخذ جذر تربيع للطرفين نحصل على ألف باء تساوي ثلاثة جذر 41 سنتيمتر إذن ألف باء تساوي ثلاثة جذر 41 سنتيمتر الآن عزاء الطلبة نريد إيجاد الزاوية باء نستخدم النسب المثلثية جا جتا ضا أي نسبة تعجبك ضا باء تساوي ضل الزاوية عبارة عن المقابل على المجاور أي ألف باء ألف جيم على باء جيم وألف جيم تساوي 12 سنتيم وباء جيم تساوي 15 إذن 12 على 15 باستخدام الآلة الحاسبة نحصل 12 على 15 هي 4 على 5 إذن عزاء الطلبة قياز الزاوية باء تساوي 38 درجة درجة و 66 من الأمية تقريبا بالضغط على الزر الدرجات والدقاق والثواني نحصل على قياز الزاوية باء تساوي 38 درجة و 39 دقيقة و 35 ثانية الآن عزاء الطلبة نحاول إيجاد قياس الزاوية ألف كما نعلم أن مجموع الزاوية المثلث تساوي 18 درجة وقياس الزاوية جيم تساوي 90 درجة أي يمكننا القول أن قياس الزاوية ألف عبارة عن وهي 90 درجة ناقص الزاوية باء وهي 38 درجة و 39 دقيقة و 35 ثانية نحصل على قياس الزاوية ألف تساوي 51 درجة و 20 دقيقة و 25 ثانية ننتقل عزاء الطلبة إلى التمرين التاسع في المثلث ألف باء جيم القائم الزاوية في باء إذا كان ظل الزاوية جيم تساوي 4 على 5 أوجد جتا ألف ضا ألف جا ألف قتا ألف وضتا جيم وقا ألف لنبدأ بحل هذا السؤال عزاء الطلبة نرسم ثلث ألف باء جيم وألف باء يساوي 4 وباء جيم يساوي 5 إذن عزاء الطلبة ظل الزاوية جيم يساوي المقابل على المجاور أي أن مقابل الزاوية جيم هو 4 ومجاور الزاوية جيم هو 5 أي أن ألف باء يساوي 4 سانتي وباء جيم يساوي 5 سانتي إذن لنبدأ بالحل من نظرية فيثاغورث نوجد طول الظلع المجهول وهو الوتر ألف جيم إذن ألف جيم تربيع يساوي ألف باء تربيع زائد باء جيم تربيع نعوض ألف باء تربيع يساوي أربعة تربيع زائد باء جيم تربيع يساوي خمسة تربيع يساوي واحد وأربعين باستخدام الآلة الحاسبة إذن بأخذ الجذر التربيع للطرفين نحصل على ألف جيم تساوي جذر واحد وأربعين إذن ألف جيم تساوي الوتر يساوي جذر واحد وأربعين الآن عزاء الطلبة نريد إيجاد جهة ألف نحدد الزاوية ألف ونتذكر أن الظلع المقابل للزاوية ألف هو باء جيم والظلع المجاور للزاوية ألف هو ألف باء والوتر يساوي ألف جيم إذن جت ألف يساوي المجاور على الوتر ومجاور الزاوية ألف هو ألف باء أي أربعة على جذر واحد وأربعين جاء ألف يساوي المقابل على الوتر مقابل الزاوية ألف هو خمسة والوتر جذر واحد وأربعين إذن جاء ألف يساوي خمسة وهو المقابل على جذر 41 وهو الوتر أيضا ظل الزاوية ألف يساوي الظل على المقابل للزاوية ألف يساوي باجيم والمجاور يساوي ألف با وهو أربعة إذن مقابل الزاوية ألف باجيم يساوي خمسة والمجاور ألف با هو أربعة نوجد قاطع الزاوية ألف كما نعلم أن قاطع الزاوية ألف هو مقلوب جتا ألف أو مقلوب جيب تمام الزاوية ألف إذن آ ألف يساوي واحد على جتا ألف وأوجدناها مسبقا أن جتا ألف يساوي أربع على جذر واحد واربعين إذن قاطع ألف يساوي جذر واحد واربعين على أربع إذن الزاوية الطلبة قاطع تمام الزاوية ألف يساوي مقلوب جيب الزاوية ألف أي واحد على جا ألف وقد أوجدناها مسبقا أن خمسة جاء ألف تساوي خمسة على جذر واحد واربعين مقلوبها يساوي جذر واحد واربعين على خمسة وهو قاطع تمام الزاوية ألف أيضا عزاء الطلبة لإيجاد ضد ألف أو ضد تمام الزاوية جيم هو المطلوب لاحظ عزاء الطلبة في رأس السؤال كان ضد جيم يساوي أربعة على خمسة وظل تمام الزاوية جيم هو مقلوب ظل الزاوية جيم أي واحد على ضد جيم إذن ظل تمام الزاوية جيم هو خمسة على أربعة هو مقلوب ظل الزاوية جيم ننتقل عزاء الطلبة إلى تورين آخر في الشكل المقابل المثلث ألف باء جيم قائم الزاوية في باء أي أن ألف باء يساوي أثنين سانتي وألف جيم يساوي أربعة سانتي وباء جيم يساوي سين المطلوب عزاء الطلبة إيجاد طول سين أي باء جيم وقياس الزاوية جيم وقياس الزاوية ألف لإيجاد قياس طول الزلع سين نستخدم عكس نظرية في ثغرث وهو سين هو باء جيم تربيع سين تربيع تساوي الوتر تربيع وهو ألف جيم أي أربعة تربيع ناقص طول الزلع الآخر وهو ألف باء يعني أثنين تربيع نحصل على سين تربيع تساوي أربعة أربعة تربيع تساوي ستاش ناقص أثنين تربيع تساوي أربعة أي أنه سين تربيع تساوي أثنين 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 تس ونستخدم أي من النسب المثلثية جيب الزاوية أو جيب تمام الزاوية أو ظل الزاوية كلهم يعطيك نفس الناتج إذن جا جيم يساوي جا جيم عبارة عن المقابل على الوتر إذن 2 على 4 أو 1000 با وهو المقابل على الوتر وهو 1000 جيم يساوي 1000 با يساوي 2 1000 جيم يساوي 4 وضم أبسط صورة نحصل على نص باستخدام النسبة المثلثية العكسية لجيب الزاوية لـ 1 على 2 نوجد قياس الزاوية جيم وذلك باستخدام المفاتيح التالية باستخدام الآلة الحاسبة shift sign قوس 1 تقسيم 2 نغلق القوس يساوي 30 إذن قياس الزاوية جيم تساوي 30 درجة ننتقل الآن عزاء الطلبة لإيجاد قياس الزاوية 1000 لتعيين قياس الزاوية 1000 يمكننا استخدام مجموع قياسات زوايا المثلث كما نعلم أن مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي 180 درجة إذن قياس الزاوية 1000 تساوي 180 ناقص 90 زائد 30 إذن قياس الزاوية 1000 تساوي 180 ناقص 120 تساوي 60 درجة ويمكننا أيضا عزاء الطلبة تعيين قياس الزاوية 1000 باستخدام طريقة أخرى وهي باستخدام نسب المثلثية فيمكننا استخدام جتا 1000 تساوي المجاور على الوتر أي 1000 با على 1000 جيم تساوي 2 على 4 تساوي بتبسيط 2 على 4 نحصل على النص إذن باستخدام النسبة المثلثية العكسية لجتا 1 على 2 نحصل على باستخدام النفات الحاسبة shift cosine cos 1 تقسيم 2 نغلق قوس تساوي 60 درجة إذن قياس الزاوية 1000 تساوي 60 ويمكننا أيضا عزاء الطلبة الحل بطريقة أخرى وهي استخدام ظل الزاوية 1000 كما نعلم أن ظل الزاوية يساوي المجاور المقابل على المجاور أي ظا 1000 تساوي با جيم على 1000 با أي 2 جزء 3 على 2 الآن عزاء الطلبة لإيجاد قياس الزاوية 1000 نستخدم النسبة المثلثية العكسية لضل الزاوية لـ 2 جذر 3 على 2 نبسط 2 جذر 3 على 2 نحصل على النسبة المثلثية العكسية للضل الزاوية لجذر 3 باستخدام مفاتيح الآلة الحاسبة shift, tan, cos, جذر 3 نغلق القوس يساوي نحصل على قياس الزاوية 1000 تساوي 60 درجة الآن عزاء الطلبة أنهينا أكثر من طريقة لإيجاد قياسات الزاوية وننتقل الآن إلى تمرين رقم 11 بعد هذا الفاصل عزاء الطلبة أهلا بكم عزاء الطلبة من جديد بعد هذا الفاصل القصير انتهينا من 10 مسائل خاصة بالاختبار الفترة الثانية ننتقل إلى السؤال الحادي عشر في الشكل المقابل أثبت أن المثلث 1000 باق جيم يشابه المثلث 1000 دال ها وأذكر نسبة التشابه إذن لدينا مثلث عزاء الطلبة 1000 باق جيم في 1000 جيم 5 سانتي و1000 باق يساوي 4 سانتي متر أيضا لدينا مثلث 1000 دال ها 1000 دال يساوي 8 سانتي و1000 ها يساوي 10 سانتي متر نبدأ بالحل نلاحظ عزاء الطلبة أن قياس الزاوية باق 1000 جيم في المثلث الصغير يساوي قياس الزاوية دال 1000 ها في المثلث الكبير لاحظ عزاء الطلبة أن الزاوية 1000 يتقابلون بالرأس في المثلث الكبير ومثلث الصغير نفترض أن هذه معلومة رقم 1 لاحظ عزاء الطلبة أن 1000 باق تساوي 4 سانتي على 1000 دال وهي 8 سانتي تمثل النسبة 1 على 2 أيضا 1000 جيم تساوي 5 و1000 ها تساوي 10 تمثل النسبة تساوي نصف إذن عزاء الطلبة 1000 با على 1000 دال تساوي 1000 جيم على 1000 ها تساوي 1 على 2 هذه معلومة الثانية لدينا من المعلومة الأولى التقابل بالرأس والمعلومة الأخرى التي لدينا وهي 1000 با على 1000 دال تساوي 1000 جيم على 1000 ها نستنتج أن مثلث 1000 با جيم يشابه المثلث الثاني وهو 1000 دال ها وأيضا النسبة بين المثلث الأول والمثلث الآخر هو 1 على 2 كما لاحظنا من الحل ننتقل عزاء الطلبة إلى التمرين الآخر وهو التمرين الثاني عشر أوجد سين وصاد حسب المعطيات بالشكل التالي لدينا مثلث جيم با ألف فيه ألف با يساوي سين وبا دال يساوي اثنين ودال جيم يساوي ستة وألف صاد عمودي على با جيم من هذا المعطيات يمكننا استخدام أو من ألف دال عمودي على با جيم يمكننا استخدام القانون الخاص بسين تربيع تساوي با دال ضرب با جيم با دال تساوي اثنين ضرب با جيم تساوي ثمانية أي أن سين تربيع تساوي ستة عشر بأخذ جذر التربيعي للطرفين ينتج لدينا أن سين يساوي أربعة سنتيمتر أيضا عزاء الطلبة لأن لدينا الزاوي ألف قائمة وألف دال عمودي على با جيم يمكننا استخدام القانون الآخر وهو عبارة عن صاد تربيع يساوي دال با ضرب دال جيم أي أن دال با تساوي اثنين ضرب دال جيم تساوي ستة أي أن صاد تربيع تساوي اثناش ومنها صاد تساوي تربيع الطرفين باخذ جذر تربيعي للطرفين نحصل إلى جذر التربيعي صاد تساوي جذر التربيعي لأثناش إذن باستخدام الآلة الحاسبة نحصل على صاد تساوي اثنين جذر ثلاثة في أبسط صورة إذن سين تساوي أربعة سنتيمتر وصاد تساوي اثنين جذر ثلاثة سنتيمتر ننتقل إلى التمرين الآخر في شكل مرسوم أثبت أن المثلث ألف باء جيم يشابه المثلث ألف ميم نون والمطلوب الآخر أثبت أن باء جيم يوازي ميم نون إذن عزاء الطلبة نلاحظ النسب الموجودة لدينا في مثلث ألف باء جيم والمثلث ألف ميم نون نلاحظ أن ألف ميم على ألف باء يساوي ألف ميم يساوي 6.3 وألف باء 6.3 زائد 2.7 يساوي 9 باستخدام الآلة الحاسبة نحصل أن ألف ميم على ألف باء يساوي 0.7 أيضا بالمثل ألف نون على ألف جيم تساوي ألف نون يساوي 7 وألف جيم يساوي 7 زائد 3 تساوي 10 باستخدام الآلة الحاسبة نحصل أن ألف نون على ألف جيم يساوي 0.7 أي 7 من 10 وأيضا بالمثل ميم نون أو نون ميم على جيم باء تساوي 10.5 على 15 يساوي 0.7 نلاحظ أن النسب في الحالات الثلاثة تساوي 0.7 7 من 10 إذن ألف ميم على ألف باء تساوي ألف نون على ألف جيم تساوي نون ميم على جيم باء تساوي 0.7 ومنها إذن أعزائي الطلبة المثلث ألف باء جيم يشابه المثلث ألف ميم نون ومن هنا يمكننا القول أن المثلث ألف أو أن الزاوية ألف ميم نون تطابق الزاوية ألف باء جيم ومن هذا التطابق يمكننا القول أن الزاوية ألف ميم نون تناظر الزاوية ألف باء جيم ومن هذا التناظر يمكننا القول أن الظلح ميم نون يوازي الظلح باء جيم وهو المطلوب الثاني ننتقل أعزائي الطلبة إلى التمرين الرابع عشر أدخل خمس أوصات حسابية بين الثلاثة عشر والواحد لحل السؤال هذا نأخذ أولا الثلاثة عشر ونأخذ الواحد ونضع بينهم خمس فراغات فصار مجموع عدد الحدود يساوي خمسة المطلوبة زاد الحد الأول مع الحد الأخير يساوي سبع حدود إذن الحد السابع يساوي واحد والحد الأول الذي نرمز له بالرمز ألف ويساوي ثلاثة عشر من قانون الحد العام حاء نون يساوي ألف زائد نون ناقص واحد ضرب دال ممكننا التعويض فيه حاء نون يساوي حاء سبع يساوي واحد الألف تساوي ثلاثة عشر نون سبعة ناقص واحد والدال مجهولة إذن واحد يساوي ثلاثة عشر زائد ستة في دال بجراء العمليات الحسابية ستة دال يساوي ثلاثة عشر أي أن دال تساوي ثلاثة عشر ومن الأساس دال يساوي ثلاثة عشر يمكننا إيجاد الحد الثاني والثالث والرابع والخامس إذن ثلاثة عشر زائد ثلاثة عشر نحصل على أهدعش واحد عشر زائد ثلاثة عشر نحصل على التسعة وتسعة زائد ثلاثة عشر نحصل على السبعة وسبعة زائد ثلاثة عشر نحصل على الخمسة وخمسة زائد ثلاثة عشر يساوي ثلاثة إذن الأوساط بين الثلاثة عشر الواحد هي هدعش تسعة سبعة خمسة ثلاثة ننتقل إلى التمنين الآخر إذا كانت ألف وباء وجيم أعدادا متناسبة مع الأعداد أثنين والخمسة والسبعة فأوجد القيمة العددية للمقدار ألف زائد ثلاثة باء على أثنين باء زائد جيم أولا من خاصية التناسب لدينا عزاء الطلبة بين ألف وباء وجيم مع الأعداد أثنين والخمسة والسبعة نحصل على ألف على أثنين تساوي خمسة باء على الخمسة تساوي جيم على السبعة وتساوي قيمة ثابتة لتكون ميم إذن ألف تساوي أثنين ضرب ميم والباء تساوي خمسة ضرب ميم والجيم تساوي سبعة في الميم نأخذ المقدار المطوب إيجاد قيمته ألف زائد ثلاثة باء على أثنين باء زائد جيم ويساوي نعوض بقيمة ألف أثنين ميم وقيمة الباء خمسة ميم وقيمة الجيم سبعة ميم فنحصل على أثنين ميم زائد ثلاثة في باء أي ثلاثة ضرب خمسة ميم تقسيم الثانين باء أي ثلاثة ضرب خمسة ميم زائد جيم وهي سبعة ميم بعمل الاختصارات اللازمة نحصل على سبعة عشر ميم على سبعة عشر ميم وبالاختصارات نحصل على واحد إذن مقدار ألف زائد ثلاثة باء على ثلاثة باء على ثلاثة باء زائد جيم يساوي الواحد ننتقل إلى التمعين الآخر يقف مراقب فوق برج ارتفاعه ستين مترا شاهد سيارة واقفة على الطريق بزاوية انخفاض أربعين درجة أوجد المسافة بين قاعدة البرج وموقع السيارة إذن نرسم رسمة بسيطة لهذا التمرين قاعدة البرج وموقع السيارة المسافة بينهما سين وارتفاع البرج ستين متر وقف المراقب فوق البرج وشاهد زاوية انخفاض تساوي أربعين درجة إذن بالتبادل والتوازي تكون الزاوية موقع السيارة تساوي أربعين درجة لاحظ عزاء الطلبة المطلوب قياس طول الظل عزين مطلوب قياس الظل سين لدينا الزاوية أربعين درجة والظل الذي يقابلها ستين متر والمجاور لها ستين فيمكننا استخدام ظل الزاوية أربعين يساوي الظل المقابل لها وهو طول البرج ستين على الظل المجاور لها وهو سين إذن سين تساوي ستين على ضاء أربعين درجة باستخدام الآلة الحاسبة نحصل على سين تساوي واحد وسبعين ونص متر تقريبا ننتقل إلى تمرين رقم سبعتاش أوجد مجموعة الحدود العشرة الأولى للمتتالية الهندسية أربعة واثنين واحد نص وحاء واحد تساوي أربعة إذن عزاء الطلبة نلاحظ من رأس السؤال أن قيمة راء تساوي الحد الثاني على الحد الأول أي اثنين تقسيم أربعة تساوي نص وأيضا أن النون تساوي المطوب مجموعة الحدود العشرة أي نون تساوي عشرة أيضا عزاء الطلبة قانون المجموعة لنون تساوي حاء الأول ضرب راء أس نون ناقص واحد على راء ناقص واحد بالتعويض نحصل على حاء واحد تساوي أربعة وراء تساوي نصف نون تساوي عشرة إذن أربعة ضرب نصف عشرة ناقص واحد على نصف ناقص واحد إذن عزاء الطلبة مجموعة الحدود العشرة الأولى للمتتالية الهندسية هو سبعة وتسعمية وتسعين وتسعين من ألف ننتقل عزاء الطلبة إلى البنود الموضوعية قطينا العديد من الأسئلة المقالية ننتقل إلى نوع الآخر وهو الأسئلة الموضوعية نبدأ بأسئلة الصح والغلط ضل الألف إذا كانت العبارة صحيحة وضل الضباء إذا كانت العجابة خاطئة السؤال الأول العدد سالب جذر 12.5 يقع بين العددين سالب 9 و سالب 16 عزاء الطلبة يمكننا استخدام الآلة الحاسبة لإيجاد الحل لأن السؤال موضوعي مطلوب إجابة صحيحة أم خاطئة باستخدام الآلة الحاسبة نجد أن الجواب خاطئ نظل الإجابة بقى السؤال الثاني جهة 45 درجة يساوي جتة بايع الأربعة كما نعلم عزاء الطلبة بايع الأربعة تقابل 45 درجة في الزوايا عند التحويلها إذن جاء 45 درجة تساوي جتة بايع الأربعة مجموع جذري المعادلة ثلاثة سين تربيع زائد 12 ناقص ثلاثة يساوي صفر كما نعلم أن قانون مجموع الجذرين يساوي سالب معامل سين على معامل سين تربيع أي أن سالب اثنين على ثلاثة هو مجموع الجذرين وليس موجب اثنين على ثلاثة إذن الإجابة خاطئة إذن عزاء الطلبة لكل عدد حقيقي غير سالب جذران تربيعيان لا أستطع أن أقول هذه عبارة صحيحة وذلك بسبب أن الصفر عدد حقيقي ولكن غير سالب ولديه جذر واحد إذن الإجابة خاطئة ننتقل عزاء الطلبة إلى نوع جديد من الأسئلة الموضوعية وهو اختر الإجابة لكل ابن مما يعدي أربع إجابات اختر الإجابة الصحيحة وضل الدارة الدال عليها إذن عزاء الطلبة مجموعة حل مطلق سين زائد واحد أكبر من سالب اثنين هل هي الفترة المغلقة اثنين وثلاثة أم حاء أم فاي أم ليست أيام وما سبق كما تعلم عزاء الطلبة ناتج القيمة المطلقة هو أكبر من أو يساوي الصفر أي أن الإجابة محققة لكل قيم سين تنتمي إلى حاء فتكون الإجابة باء ننتقل إلى سؤال آخر عزاء الطلبة وهو القياس الدائري للزاوية التي قياسها 120 درجة تساوي هل هي باي على ثلاثة أم اثنين باي على ثلاثة أم ثلاثة باي على اثنين أم ثلاثة باي على أربعة كما تعلم عزاء الطلبة أن قانون التحويل من قياس الستين إلى الدائري هو عبارة عن 120 ضرب باي على مئة وثمانين فنحصل على الإجابة أثنين باي على ثلاثة عزاء الطلبة ننتقل إلى تمرين آخر وهو المستقيم الذي يمر بالنقطتين ميم ونون يمثل تغيرا طرديا بين سين وصاد هل هي الإجابة ألف النقطة اثنين وخمسة والنقطة أربعة وعشرة أم النقطة باء ثلاثة أم النقطة ثلاثة وأربعة والنقطة ستة واثنعش أم جيم وهي النقطة واحد وثلاثة والنقطة اثنين وتسعة أم النقطة صفر وأربعة والنقطة ثلاثة وواحد لحظوا عزاء الطلبة ميم ونون هناك علاقة بينهم تمثل تغيرا طرديا بين سين وصاد إذن هناك علاقة بين سين واحد على صاد واحد تساوي سين اثنين على صاد اثنين وإذا طبقنا بالإجابات الأربعة سنجد أن اثنين على خمسة تساوي أربعة على عشرة إذن تمثل الإجابة ألف ننتقل إلى سؤال آخر قيمة ألف التي تجعل جدري المعادلة سين تربيع ناقص ألف سين زائد 16 تساوي صفر متساويان هي ألف موجب أو صالب ثمانية باء موجب أو صالب أربعة جيم 16 دال ليست أيما سبق هنا عزاء الطلبة سوف نستخدم طريقة التعويض سوف نستخدم إجابة إجابة ونعوضها في المعادلة والمقدار الذي يحقق المعادلة لتكون مربع كامل هي الإجابة الصحيحة إذا عوضنا الثمانية وأسالب الثمانية بالمعادلة سين تربيع ناقص ألف سين زائد 16 سنحصل على مربع كامل إذن هي الإجابة ألف موجب أو صالب ثمانية ننتقل إلى سؤال آخر إذا كان عين واو دال زاوية مركزية قياسة ثلاثة على أربعة في التقدير الدائري في أدائرة مركزها واو وطول نصف قطرها يساوي أربعة سنتيمتر فأن طول القوس التي تحصرها هذه الزاوية تساوي ألف أثنين سنتيمتر با خمسة سنتيمتر با جيم أربعة سنتيمتر ودال ثلاثة سنتيمتر نطبق العلاقة بين نصف القطر وقياس الزاوية الدائرية فنحصل على نقض ضرب قياس الزاوية في التقدير الدائري عبارة عن أربعة ضرب ثلاثة على أربعة فنحصل على الإجابة دال تساوي ثلاثة سنتيمتر ننتقل إلى إجابة سؤال آخر مجموعة حل النظام سين زائد صاد تساوي أربعة واثنين سين ناقض صاد تساوي خمسة هي ألف النقطة أربعة وسالب واحد جيم اثنين وسالب واحد دال سين ثلاثة وسالب واحد ودال اثنين واثنين لاحظوا عزاء الطلبة يوجد أكثر من طريقة حل ولكن أسرع الطريقة هي التعويض نأخذ النقطة سين ونقطة صاد ونعوضها بالمعادلتان يجب أن تحقق المعادلة الأولى والمعادلة الثانية الناتج فإذا عوضنا النقطة ألف وباء وجيم ودال نحصل على الإجابة جيم وهي سين تساوي ثلاثة وباء تساوي واحد ننتقل إلى سؤال آخر عزاء الطلبة في الحد العاشر في المتتالي الحسابية خمسة وخمستعش وخمسة وعشرين هو هل هو تسعين أم خمسة وتسعين أم 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 أمي وخمسة عزاء الطلبة لدينا نون ولدينا حا واحد ولدينا دال فيمكننا تطبيق حا نون تساوي الحد الأول زائد نون ناقص واحد في ذال تكون الإجابة خمسة وتسعين إذن ننتقل إلى سؤال آخر مجموع العشرين حدا الأولى من المتتالي الحسابية التي حدها الأول عشرة وحدها العشرون خمسمية هو ألف واحد وخمسين باء خمسمية وعشرة جيم خمسة ألاف وأمية دال خمسة ألاف لاحظوا معي عزاء الطلبة أن مجموع العشرين حدا الأولى أي نون يساوي عشرين وحدها الأول يساوي عشرة أي حا واحد يساوي عشرة وحدها العشرون يساوي خمسمية أي حا عشرين يساوي خمسمية فنطبق قانون جيم نون يساوي نون على اثنين ضرب حا واحد زائد حا عشرين أي أنه عشرين على اثنين ضرب عشرة هو حدا الأول زائد الخمسمية نحصل باستخدام الآلة الحاسبة على الجابة الجيم وهي 5500 وإلى هنا عزاء الطلبة وصلنا إلى ختام هذا التمرين وأمل منكم أن استفدتم من هذه التمرين البسيطة الخاصة باختبارة الفترة الثانية ونلقاكم إن شاء الله عزاء الطلبة في تمرينات أخرى وحلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة